على مستوى الظاهر راهم ما يتحدثوا حتى شيء لا علقوا ولا قالوا شيء لأن هذا هو ديدن النظام تخيلوا عبد المجيد تبون جاءوا وتحدث عن أمير عبد القادر وقال أنه هدالوا جورج واشنطن هدية وصارت فضيحة عبر يعني نقول هالك صالت وجالت شرقا وغربا وانتشرت في كل بلاسة يضحكوا على الرئيس اللي يحكي في حكاية غالطة بعد ذلك لا رئاسة الجمهورية وضحت قالت بأنه ماين العيد هي غلطة شفوها كل جزائرين علش تجهلها قول زلت لسان أنه الرئيس كان يقصد كذا ولماذا أيضا ما صلحهاش ما قطعهاش لأنه شوف حوار الرئيس راه يروح يدرس معناها الناس اللي رجعوه إما ما عندهمش معلومة هذا وهذه كانت أنت مستشارين في رئاسة الجمهورية وناس من المفروض راهما عندهم معلومات في كل مجال ما يفي قوش الغلطة مثل هذا ما يفي قول هذا أو أنها فقولها وفوتها بالعام وهذا راه أزعج دبون ولذلك راه موقفوا حيرين وشرح يدير يوضحوا رح يقول لك حطوا نزيدوا نعاودوا نحيوا الموضوع فوصلوا إلى قرار أنه نتجهلوها حتى ما تعودش ولكن ما على بلكش أنت رك مش مؤسسات إعلامية تتناول خبر وتنساه جريدة والتينيفيزيون أنا في زمن الناس تعاود ترجع لك الفيديوهات تجبد لك فيديوهات منذ عشرين سنة تعاود تنشرها معناها القضية هذه ما تموتش ما تتموت هذه الحكاية عندما توضح زلة لسان وكذا وأن رئيس الجمهورية بعد ما حدث أوصى بضرورة تصليحها ولكن الذي حدث فيه موظف مكلف بالمراجعة راه منحها ونساها واتخذت ضد الإجراءات وانتهى الأمر مثلا هذه من بالحكايات ولكن السكوت عليها بهذه الطريقة راه أمر سيء جدا وغير مقبول ومسيء كثيرا ويزيد يخلي دائما مؤسسات الدولة مصخرة بين الناس هذا الروبرتاج في رأيكم حكايته راح تنتهي راح يقعد أي ربرتاج أو وثائقي أو شيء ينجز التلفزيون راح يفكرهم به أرواحه درت المهزر متى راح تغطي عليه وتنسي فيه لما تعود إلى هذا الموضوع وتجيب تحقيقات كبيرة وتجيب أدلة هنا راح تطمس هذه راح يحضروا وثائق جديد أو الروبرتاج جديد وبينوا الأدلة اللي عندكم فيما يخص جمال بن اسماعيل فيما يخص الماك فيما يخص المغرب فيما يخص إسرائيل قدموا أدلة يعني لماذا لا يكون عندكم برنامج شهري هو برنامج استخباري بمعنى الكريمة مثل مثلاً سري للغاية أيام زمال يسري فودة اللي تديره الجزيرة أو أنه مثلاً هذا ما خف فيه أعظم اللي تدير فيه أيضاً الجزيرة وبصفة شهرية كل مرة تجيب ملف تزعزع به دول هلهم يكونش عندكم حتى أنتم برنامج من هذا النوع يكشف ملفات أمنية واستخبارية أول حاجة تنور الجزائريين ثاني حاجة تخلي مؤسساتك الإعلامية تكسب الجزائريين ثالث حاجة تغطي على المؤسسات الأخرى اللي صارت تشبع نهام الجزائريين أنت الشعب الجزائري يراه ما يتابع لك شهر تلفزيون يا جماعة إذا كان واحد ناشط فيسبوكي ومدون يدير بث مباشر يشوفوه عشرات الآلاف وإذا انشر فيديو يدير يشوفوه كين يشوفوه الملايين عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب ورئيس جمهورية يدير حوار يشوفوه عدد محدود لا يقارن مع هوات هذا الإهانة للدولة في حين فيه دول لما يتكلم رئيسها توجد الملايين يشهدوه بعد نهاية الحوار وينتظروه الملايين أيضا سواء عبر التلفزيونات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذن بهذا رك تعيد الاعتبار إلى مؤسساتك الإعلامية منزيدش نعطيكم مقترحات المقترحات موجودة كثير منعطوهم لكمش بهذه الطريقة منظلوش نعطوه لكم عندكم وظفين ينالوا أجر من المفروض هم ليفكروا انت واحد دائر مستشار في رئاسة الجمهورية يدي عشرين مليون في الشهر على الأقل عايش بجواز سفر دبلوماسي سيارة إقامة مجان لا يخلص الماء لا يخلص تري سيتي ماذا تقدم للدولة الجزائرية ماذا تقدم لمؤسسات الإعلام وانت عايش ببلاش وتوكل ببلاش وترقد ببلاش وسيارة ببلاش وتسافر ببلاش كلش ببلاش وسهريتك رهي تدخل بخبية ولا تقدم شيئا بل تذر بمؤسسات الدولة اشتركوا في القناة